نتائج الانتخابات النيابية في كاركوك فاجأت الأطراف العربية التي قالت أنها سجلت تراجعا خطيرا في تمثيل المكون العربي في كاركوك بمجلس النواب الجديد حيث أشار بيان اللقاء العربي إلى سقوط الوجود العربي بكاركوك بالضربة القاضية معلنا أن الكثير من العرب صوتوا لقوائم غير عربية نتيجة العرب المتدنية والمتراجعة بحيث كانت في 2010 أربعة في قائمة واحدة ثم أصبحت اثنين في 2014 بقامتين منفصلتين بسبب هذا هو ضعف الإقبال وسوء الإداء السياسي من قبل قيادات القوائم في كاركوك وأيضا الإرهاب وتهديداتها للشارع عربي كما أن الناخب العربي تحمل مسؤولية بسبب عدم إقبالها على الانتخابات وهذه النتيجة طبعا نتيجة مخيفة ومرعبة حيث أن مرحلة التهميش والإقصاء والتغييب قد انتهت وبدأنا في مرحلة الغياب ومحو الهوية سياسيون عرب أكدوا أن التعدد للمرجعيات القبلية والدينية والسياسية وعدم وجود حزب عربي وبرنامج سياسي منظم ومستقل كان السبب وراء النتيجة التي صدم بها العرب وأن النتيجة لا تمثل الحجم الحقيقي للوجود العربي في المحافظة كانت هنا قوائم متعددة وهذه كلها جاءت بسبب فقداننا لمرجعية حقيقية ونحن اليوم العرب لا يوجد لدينا برنامج سياسي منظم وهذا يتوفر في الأحزاب في الحزب نحن لا نملك حزب اليوم نحن نملك مرجعيات متعددة لدينا مرجعيات سياسية ومرجعيات دينية ومرجعيات قبلية وحشائرية المواطنون العرب تفاوتت آراءهم حيث أشار البعض منهم إلى أن ترد الوضع الأمني كان وراء عدم ذهابهم إلى مراكز الانتخابات أما آخرون فقد أعلنوا أنهم لم ينظروا إلى الطابع القومي للقوائم حيث صوتوا لقائمة غير عربية كوبيهم ناس تهددوا من العرب ما قدروا يروحون يصلون انتخابات منهم أول واحد هو آني كاركوك ماكو عرب ترقمان كرات ماكو فرق إن شاء الله بس احنا حبينا الأكثرية اللغلية محافظة سووا كيناته هواية وراحت السباتهم تأشرت يعني بصراحة الترقمان أشاروا إلى أنهم سجلوا تزايدا في عدد الأصوات رغم فقدان الكثير من الأصوات فيما أشار الكرد إلى تغيير مزاج الناخب في كاركوك لدينا ما يقارب المئة ألف صوت في كاركوك بعض الأخوة مع الأسف من الترقمان لم يشاركوا في الانتخابات ووجود قائمة أخرى خاسرة هو الذي أدى إلى عدم حصولنا على مخحة ثالث ورابح يعود التغيير الحاصل في كاركوك إلى تغيير فكر الناخب في كاركوك انتخابات ونتائج ربما تفتح الأبواب أمام تغييرات غير متوقعة في المحافظة فيما ظهرت بوادر خلافات شديدة حتى بين الأحزاب التي تمثل مكونا واحدا سوران داودي الحرة كاركوك